ممناسبة الزمالك منذ لحظات قليلة جاء أنا البيان التالي خبر عظيم لجمهين نادي الزمالك أخيرا جمهين الزمالك هتسمع خبر حلو قصة خالب بطيب تقريبا خلصت إقاف القيد على وشك إنه يطرفع رخصة الزمالك للمشاركة في البطولات الأفريقية هتحصل بكرة عمر أدهم عدو مجلس دارة نادي الزمالك عمل مجهود كبير جدا واتفق مع بطيب ومحاميه إنه اللاعب هيتحول له مليون دولار في الوقت الحالي وبعد ست شهور هيتحول له باقي المبلغ بطيب ومحاميه وفقه على هذا الأمر وفقه خلاص وبكرة بالنهار هتعرفون المشكلة خلصت والمشكلة الكاف القيد خلصت والزمالك هياخد الرخصة الأفريقية وهيشارك في الكون الفيدرالية بشكل طبيعي ده خبر أكيد يهم جمعين نادي الزمالك ومجهود كبير من إدارة نادي الزمالك عملته لحل هذه الأزمة بس دايما بقف عند فكرة أنه دايما بنحل الأزمات في اللحظات والثواني الأخير عارف أنت الجنل اللي بيجي بعد الدقيقة تسعين بس برضو أنا مقدر 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 جدا 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 حجم الصعوبات اللي فيها إدارة نادي الزمالك في كل هذه الملفات مقدرها بصراحة فما أقدرش ألوم يعني لو الظروف طبعية ألوم إنك تستنى الأخير لحظة بس الظروف مش طبعية فقد ترخيرهم أو برافو عليهم إنهم ما قدروا يحلوا المشكلة وده شغلوهم طبعا ترجمة نانسي قنقر